حدثنا عبد الله حدثنا أبو الفضل المروزي قال حدثني أبن أبي ويسن قال وحدثني حسين بن عبد الله أبن دميرة عن عمر بن يحيى المازيني عن جده أبي حسى إن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكح السري حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيون نحييكم حدثنا عبد الله قال حدثنا أحمد بن حاتمين الطويل وكان ثقة رجلا صالحا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردية عن عمر بن يحيى عن أبيه أو عمه قال كانت لي جمة كنت إذا سجدت رفعتها فرآني أبو حسى إن المازيني فقال ترفعها لا يصيبها التراب والله لا أحلقنها فحلقها حدثنا عبد الله قال حدثني أبو مالك الحنفي كثير بن يحيى بن كثير البصري قال حدثنا ثابت أبو زيد قال حدثنا هلال بن خباب عن عكريمة ابن خالد المخزومي قال حدثني عريف من عرفاء قريش عن أبيه سمعه من فلقي في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وشوال والأربعاء والخميس دخل الجنة حدثنا عبد الله قال حدثني سريج بن يونس من كتابه قال أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عائذ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخطب على ناقة خرماء وعبد حبشي ممسك بخطامها وهلك قيس أيام المختار